السلام عليكم و اهلا بكم في واحدة من حلقات مشروح المهمة جدا هل تسألت يوما عن السبب الذي يجعل شركة جوجل تقدم لنا نظام الاندرويد بالكامل بشكل مجاني وعلى مختلف الشركات والهواتف مثلا هواتف شركة سامسونج الجيل ايش تي سي وغيرها من الشركات كل هذه الشركات مسموح لها بتشغيل نظام الاندرويد ويبتالي فانك تستخدم نظام الاندرويد انت على هاتفك بشكل مجاني ايضا ما هو السبب الذي يدفع شركة جوجل الى ان تقدم لنا كل التطبيقات الخاصة بها بشكل مجاني فكل هذه الاشياء تقدمها لنا الشركة بشكل مجاني وبالرغم من ذلك هي من اغنى شركات العالم فما هو السر وكيف تستغلك جوجل في جني أرباح طائلة جدا وتتجسس عليك ثم كيف يمكنك ان تحمي نفسك هذا ما تشاهده معي ان شاء الله في هذه الحلقة لا تنسى الاشتراك ثم اضغط على زر الجرس الجديد ليصلك جديد حلقات وحصريات مشروح اهلا من جديد اذا شركة جوجل بطبيعة الحال عندما تقدم لنا نظام الاندرويد بمختلف نسخه من جيلي بين الكيت كات لوليبوب مارشميلون نوغيت والساوند ويت واريا من النسخ السابقة والحالية كل هذه النسخ تقدم لنا بشكل مجاني وكل تطبيقات تقدم لنا ايضا بشكل مجاني هذا لانها تقوم ببيع بياناتنا الشخصية نقصد بذلك المحادثات التي تجريها على هاتفك المواقع التي تدخل لها الرسائل التي تتواصل مع اصدقائك من خلالها كل هذه الاشياء تجمع من خلالها شركة جوجل معلومات حول نشاطك ما هي الاشياء التي تهتم لها وهكذا وتبيع هذه المعلومات الى الشركات الاعلانية حتى تسهدفك باعلانات مهمة او تهمك شخصيا مثلا اذا كنت تتحدث مع الصديق لك في رسالة او في احدى تطبيقات الدردشة حول الذهاب الى السينما لمشاهدة فيلم او شيء هذا القبيل عندما تدخل الى جوجل الى موقع ما او يوتيوب او تفتح تطبيق ما سوف تجد بان الاعلانات التي تظهر لك اعلانات خاصة بالافلام او بالسينما مثلا هذا لم يأتي صدفة هذا لان جوجل علمت بانك مهتم بالذهاب الى السينما وهكذا عندما تكون مثلا تتحدث مع صديق او تدخل الى موقع ريادية عندما تدخل الى موقع اخرى او يوتيوب او اي تطبيق سوف تجد اعلانات لها علاقة بالريادة وهكذا اذا هكذا تستطيع جوجل ان تستخلص منك الاموال من خلال بيع بياناتك الشخصية للشركات الاعلانية وبالتالي فهي قادرة على ان تقدم لك هذه التطبيقات بشكل مجاني وايضا نظام الاندرويد بالكامل بشكل مجاني فكيف يمكنك ان تحمي نفسك وتمنع جوجل من جمع هذه البيانات الشخصية بك الخاصة سوف نقوم بذلك خلال ثلاث او اربع خطوات نبدأ بالخطوة الاولى تذهب اولا الى الاعدادات في هاتفك ثم تبحث عن خدمة جوجل اذا لم تجدها في الاعلانات هنا يمكنك ان تستخدم خانة البحث وتكتب فقط جوجل على هذا الشكل مثلا كما تشاهد معي سوف يعطيك جوجل بعد ذلك مباشرة ننزل الى قسم الادز او الاعلانات نضغط عليها بعدها مباشرة نحن نقوم بتفعيل هذا الخيار opt out of ads personalization هذا يعني باننا الان قمنا بمنع شركة جوجل من جمع البيانات الخاصة بنا من خلال التطبيقات وبالتالي بيعها الى الشركات وهذه الخطوة الاولى لكن ماذا عن المعلومات التي تم جمعها من قبل يعني طيلة هذه السنوات وانت تستخدم هاتفك فماذا عن هذه البيانات التي تم جمعها كل هذه المدة ايضا هذه البيانات يمكنك ان تمسحها وتمنع جوجل من استخدامها بعد اليوم اذا كل ما عليك فعله هو القيام بالخطوة الثانية الذهاب الى ريسيت ادفوطاعزين ايدي ثم تضغط على اوكي الان قمنا بمسح كل البيانات التي تم تسجيلها من قبل وتستخدمها جوجل في تعقب جهازك وارسال البيانات الخاصة بك الى الشركات لكن هذه الخطوة انصحك ان تقوم بها على الاقل مرة في الاسبوع لانه دائما سوف يتم هنا جمع بيانات معينة يجب ان تقوم بهذه العملية انصحك فقط بالدهابها كده وتضغط على اوكي مرة كل اسبوع على الاقل او كل ثلاث ايام لانه كما اقول دائما ليس هناك حماية كاملة مئة بالمئة لأي جهاز مرتبط بالانترنيت اذا كان جهازك ايا كان نوعه مرتبطا بالانترنيت فانت دائما عرض للاختراق عرض للتجسس وعرض لمجموعة من المخاطر ووظيفتي انا ان اشرح لك كيف يمكنك ان تعزز حمايتك الى اقصى درجة ممكنة ولن اكذب عليك واقول لك باني اقدم لك الحماية بنسبة مئة بالمئة فمن يقول هذا اما كاذب او جاهل لا يعلم ما الذي يتكلم عنه اذا بعد ذلك بعد ذلك نقوم بهتين الخطوتين نقوم بخطوة ثالثة اخرى لتعزيز الحماية كما قلت باستخدام اما تطبيق دينيس تشينجل حيث سوف تجد عند بداية فتح هذا التطبيق سوف تجد رابط التطبيقات التي اشرحها ان شاء الله كالعادة اسفل الفيديو لا داعي لتشغل نفسك بها سوف تجده بداية هكذا في جوجل دينيس بما انك تستخدم نظام اندرويد فتقائيا تستخدم جوجل دينيس هذا في الغالب اذا انصحك انا بالضغط هنا ثم تختار اي خدمة من هذه الخدمات شخصيا افضل دائما خدمة ال اوبن دينيس واحدة من خدمات دينيس الشهيرة جدا والموثوقة ثم نضغط على ستارت هذا كل ما عليك القيام به سوف يطلب منك للمرة الاولى ان تقوم بانشاء في بي اين سوف تظهر لك فقط رسالة صغيرة كل ما عليك فعله والضغط على اوكي كما تشاهد سوف يظهر معك رمز المفتاح هنا دليل على انه قام بانشاء شبكة في بي اين اذا لم تكن تريد استخدام هذا التطبيق تطبيق دينيس شانجر فيمكنك ببساطة ان تستخدم احدى خدمات ال في بي اين والذي اقترحه عليك شخصيا انا هو تطبيق نورد في بي اين اذا استخدم اي من هدين التطبيقين اما دينيس شانجر هو ايضا يقوم بتغيير دينيس وينشئ شبكة في بي اين خاصة بك او يمكنك ان تستخدم تطبيق في بي اين مباشرة انسحك كما قلت بالنورد اذا هذه الخطوة الثالثة التي يمكنك القيام بها ايضا الخطوات المهمة جدا لمنع جوجل من التجسس عليك هي استخدام تطبيقات بديلة لتطبيقات جوجل مثلا الكالندر يمكنك ان تستخدم تطبيقات بديلة لها ضعيف يمكنك ان تستخدم تطبيقات بديلة فهنا الكدع العديد من البدائل المجانية غير تابعة لشركة جوجل وتابعة لمطورين يعني منفردين اشخاص مثله ومثلك ليست شركات واشياء من هذا القبيل وبالتالي لا يستطيعون جمع معلوماتك ولا يهتمون اصلا بجمع هذه البيانات ايضا يمكنك استخدام بديل لتطبيق يوتيوب هناك العديد من البدائل التي قدمناها لكم تجدون على مدار السنوات الماضية وكنا سبقين الى تقديمي على موقعكم مشروح سوف تجدون ان شاء الله العديد من البدائل المتميز لتطبيق يوتيوب تقدم العديد من الميزات التي لا تجدها في تطبيق يوتيوب لا تحميل فيديوهات وما الى ذلك سوف تجدون ان شاء الله روابط هذه الحلقات مع روابط تطبيقات التي قدمتها لكم ايضا في هذه الحلقة كل ذلك كالعدة اسفل الفيديو بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا هذه شجعونا باللايك ثم مشاركة للحلقة وتشتراك في القناة ليصلكم جديد مشروح وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة دمتم جميعا في أمان الله